السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتابع قناة التعليمي في هذا الفيديو سنتعرف على الجدول الزمنية لمباراية التعليم وفترة التكوين إذا بالنسبة للجدول الزمنية لأهم محطات إجراء المباراية وفترة التكوين هنا لدينا العمليات وتنظيم المباراية وهنا لدينا فترة الإنجاز إذا غالبا إن شاء الله سيبدأ الإعلان عن مباراية التعليم في 8 نومبر إذا الملفات سيكون من 8 إلى 22 نومبر في الموقع الإلكتروني مراقبة ملفات الترشيح للتأكد من التوفر على الشروط المطلوبة بنفس الفترة من 8 إلى 22 نومبر الانتقال الأول سيكون يومي 23 و 24 نومبر لإعلان عن لوائح المقبولي لجهاز اختبارات كتابية 25 نومبر إجراء الاختبارات الكتابية سيكون إن شاء الله نهار 27 نومبر يومي 22 دجمبر سيكون الاختبار العملي الخاص بالتربية البدنية والرياضية كما شفنا في فيديو السابق أن التربية البدنية والرياضية من بعد كتابي سيكون واحد الاختبار عملي لأساسي ذات تربية البدنية والرياضية 5 دجمبر سيكون الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية والعملية وما بين 8 و 5 دجمبر سيكون الاختبارات الشفوية نهار 18 دجمبر الإعلان عن لوائح النهائية للناجحين في المباريات ولوائح الانتظار انطلاق التكوين من المركز الجهوي المهن التربية وتكوين سيكون إن شاء الله ابتداء من 21 دجمبر سيكون في التجيل من ناجحين ووضع الملفات وانطلاق التكوين سيكون ابتداء من 26 دجمبر إذن هذه هي الجدولة الزمنية لأهم محطات إجراء المباريات وفترة التكوين وبالتوفيق للجميع إن شاء الله ويتنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد وشكرا لكم